خلينا نقول التعاملات ننقل بقى على بوست مهم النهاردة نتكلم عليه وحدود التعاملات المادية بين الأزواج يعني هل فيه فرق في الفلوس بين الراجل والست ولا لا أو الراجل ومرات ولا لا احنا لما دورنا لقينا انه كل واحد ليه رأي مختلف وكل أسرة فعلا ليها طريقتها اللي تتعمل بيها يعني بس دايما بيقولك الست ليها زمة مالية لوحدها وان التعامل المادي بين الزوجين بيتم بالتراضي والتفاهم ده كلام جميل يعني مثلا معروف ان مصروف البيت على الراجل راجل قوام على البيت انه بيصرف جزء من القوامة يبقى هي بقى حطت من باب المساعدة او باب الحاجة زيدة عليها وان الدنيا بتمشي معاهم ايه رأيك ايمان بصي انا مع فكرة انه الست ليها دمة مالية منفصلة سواء دمتها المالية دي كانت نتيجة شغلها او نتيجة ورثها او نتيجة اي حاجة هي ما ينفعش ابدا يبقى البيت محتاج او جزءها في ازمة مالية او ولدها عندهم محتياج وجزءها مش قادر ان هو يسد معاهم وتروح هي طبعا عليها زكاة وعليها صدقات تديها للغرب لأ هنا في الحالة دي البيت اولى وبتحسب لها من الزكاة والصدقات والله اعلم او تعمل اتنين وربنا يقدرها لكن هنا بقى انا بلوم وبقى تبقى على الراجل الست في الاول تخدها الجلالة والشهامة والست المصرية جدعب طبعها اول ما يقع في الزنة اخد يا حبيبي ما هو كله من خيرك من توريتني الخير كله والحلو كله وتقوم بايعه فهنا لازم يشلها ويقدر لها ان هي وقفت جنبه ساعة الازمة اخدهاش بقى حلوانة في سلوانة ويبقى داد طبيعي بعد كده يعني فكرة ان كان حبيبك عسل ما تخلصوش كله يعني بالراحة وبالهداوة لانه انا سمعت رأي مرة من واحد راجل وقال انا لما بيكون عندي ازمة مالية ما بقولش لمراتي لان حتى لو هي ساعدتني عن طيب خاطر ووقفت جنبي ودتني عن طيب خاطر كل مرة فيهم بنزل درجة في نظرها وده فطرة وده فطرة وده حقيقة علمية يعني القوامة اصلا لما هو بمسؤول جزء من المسؤولية او القوامة الانفاق لما بينزل عنه ده بيقولك مش شاف اسمها تفسير مين ان هو يتحول لصفات القنوسة يعني صفات الرمجولة بتباد عنه على فكرة هي كمان فعلا بيقل في نظرها فانا بحترم جدا فكرة هذا الرجل ان حتى لو معاها انا حاول ان انا ماخدش منها علشان يعني ما يبقاش اولا هو مش حق مكتسب هي بتعمل كده برغبتها لكن خلينا نقول انه فيه مش عيب فيه شباب بيتجوزوا النهاردة بقول لها انتي مرتبة كام على مرتبة على كده نقدر نسدد حاجات علينا خدنا حاجات بالقسط مش عارفة اين سددها حبيبتي تبقى فيه تراضي وتفاهم لكن فعلا يكون قصد ان هو معاه وبيبخل على البيت عشان كده انت ما بتحققش الكوام على فكرة وكده مع الوقت بتنزل من نظرها زي ما ايمان او انه فيه بعض الناس طبعا التبعيد واجب انا ما اقدرش ان انا عمم في حاجة زي كده ده شيء سلبي جدا وشاز جدا عن طبعتنا احنا كمصريين ومجتمعنا بس فيه شاب تبص ليه يقول لك ايه والله انا هاخطف فلانا مرتبها كويس وهو مرتبها على مرتب فهو من معايير اختياره اصلا ان تكون واحدة بتشتغل ومقرشها علشان تقدر ان هي تساعده فانت دخل اصلا عينك على فلوسها او دخل حضرتك تكون مستقبلك على حسابها او انت دخل تشيل لنفسك وتأمن للزمن وتستهلكها هي وتخلص الرصيد بتاعها طبعا ده سلوك يعني مقيت ولازم ان كل بنت تنتبه ان هي ما تقعش في الفخ ده من بدري ده مهم انه يبني في القطوبة اختبريه خدي وقتك في القطوبة اعرفي هو بيسأل الاسئلة دي علشان حتتعاونه مع بعض اوكيه على قد حاله لكن لما يكون عايز يجنب فلوسه ويحوش وكل شوية تلاقيه شاري مش عارفة شقة فين من وراكي وشاري مش عارفة ايه من وراكي انسان كذاب انسان ملاوع انسان مش عايز يتحمل القوامة والمسئولية لأ هنا لازم يبقى فيه وقفة لكن ده ما يمنعش زي ما قالت ايمان ان بعض البيوت بتمشي كده تمشي قرشي على قرشك والفلوس في الترجو وكلام ده كله فيه امانة وبيقتملك على فلوس وهو وانت بتأمنيه على كل حاجة بتشاركي فيها برضو كمان حتت انه الستة لما بتتجوز ده يرجعنا برضو الموضوع الايمة لو هي جابت حاجات من عندها وعندها مقتدرة او ورسة ومش عيب انها تبقى جايبة ايصالات للحاجات بتاعتها ما تعرفيش يوم يسيبوا بعض او يطلع انسان مش كويس لو طلع مش كويس يبقى معها اثبتات ان هي جايبة الحاجات دي وارد ما تضيعش عمرها وشاءها او القرشين اللي سيبهم لها ابوها او والدتها على حد ما يستهلش المثل بيقولك يا حرس ما تخونش يعني الحرس واجد اه اه بالزبط احنا بقينا نشاكك شوية كتير والله من اللي بنشوفه يا مونة اه نفسنا ان البنات ما تقعش في القصة اه لانه يعني بدري ملحوقة بس لما الفاس بتقع في الراسبة وتخرج من الجوازة وهي جرالها عيلين برا وعيلين جوة دي بتبقى عندنا مشكلة بسعادها يا حبيبتي دي الولادك اصرفي عليهم اه يعني يا ريت كل واحدة تنتبه واحنا بنقول انه بعض ما فيش البيوت ما تمشيش كلها بقاعدة واحدة